موسيقى موسيقى اتمنى اعجبكم المقطع تستمتعون فيه وتشاركوني في اراءكم عن اللي صار بس بمر على كل الالعاب اللي في انسايد اكس بوكس نتكلم عن الاخبار وبعض التعليق اللي قعد اتكلم شوية في الواتساب قعد اتكلم شوية في تويتر اتكلم في انستجرام فخلوني اجمع كل الافكار اللي قلتها من الساعات اللي فاتت و اقولها لكم و اشارككم في اليوتيوب ان شاء الله اذا اعجبكم طريقة المقطع هذا اتكلم مرة ثانية في مواضيع مختلفة بالنسبة لي انسايد اكس بوكس هذا الحدث اللي المفروض ان مايكروسوفت تقدم فيه معلومات جديدة عن الجهاز او حصرياتهم او الامور اللي كنا نتوقعها في الفترة اللي فاتت خصوصا الحين صاير سباق والتنافس بين مايكروسوفت مع اكس بوكس سيريس اكس والبلاي ستيشن فايف من سوني وكل واحد منهم يعني ما نقاي التخبط اللي قاعد يصير اللي قاعد يصير سباق مع الوقت كل واحد يبيثبت للناس ان جهازه القادم هو الاختيار الصحيح او الافضل او من هالكلام طبعا نكرت لكم هالنقطة من قبل ان كل شركة تحاول تقدم الموجود عندها يعني فيه كنترولر عند بلاي سيشن يالله ورهم الكنترولر فيه العاب انهانست على الاكس بوكس فيه ترايلر هيل بلايد هذا اللي قاعد يصير كل شركة قاعد تحاول توري كل عندها لكن نتكلم حين بالتحديد عن انسايد اكس بوكس وش اللي صار فيه انسايد اكس بوكس يعني بحاول حطكم رسم توضيحي كان الهايب المتوقع بهذا المستوى لكن مايكروسوفت ارفعته لهذا المستوى بعدين جات يوبيسوفت وعلنت عن اساسين كريد وكانت صراحة روعة من السي جي اي اللي شفناه بخصوص فالهالا وكذا ودمجها وهذا لانه فيه تعاون بين اكس بوكس و يوبيسوفت فالتفع الهايب او الحماس لدرجة عالية حيل وطبعا كملوها الناس من اشاعات ان فيبل جاية وهيلو راح تشوفون حصريات اكس بوكس في حلقة انسايد اكس بوكس اللي هي اصلا حلقة دايما تعرض وما احد يعني يهتم لها من ناحية بلاي سيشن عمرهم ما شافوا او بمعنى اصح ما يهتمون انسايد اكس بوكس اللي هي حلقة اسبوعية ومشغالة صار لها فترة ما هي شي جديد لكن اللي صار ان معدل الحماس اللي ارتفع هذا انا شخصيا اكلمكم اللي عندي اخبار واشياء اعرفها عن اكس بوكس لكن ما ظهرت في هال انسايد هذا اللي شفناه عموماً فلما ارتفع الحماس كلنا شفناه بوقت الفطور وشفتوا حطيت صورة في تويتر كنت متحمس وباشوف لكن اللي شفناه كلها العاب طرف ثالث اقول لكم شون شيء الايجابي شون الشيء السلبي الشيء الايجابي ان هاي الالعاب المفروض كلنا كجيمرز نكون ساعدين فيها لانها كلها رح تنزل على كل منصات اكس بوكس، بلاي ستيشن فايف او حتى الفور بي سي، فالالعاب هذي ما هي اكس بوكس، الالعاب هذي للجميع اوكي؟ هذا الجانب الايجابي اذا بتنظر للموضوع لكن مثلاً كناس اللي مهتمين للاكس بوكس يابون ياخذون السيد اس اكس ما شافوا لعبة حصرية ما شافوا الاشياء اللي يابونها تم عرض بعض الالعاب لكن ما كانت يعني شون اقول لكم الشيء اللي كنا متوقعين من هالحدث خصوصاً نرجع لموضوع الهايب اللي ارتفع بشكل قوي طيب الشيء اللي بقول الحين ركزوا على هالنقطة ان كل الالعاب اللي شفتوهم ما هم سيريوس اكس القوة الفعلية هذا الشيء انا شوفه صراحة كتسويق يعني خطأ من مايكروسوفت انا هتسوق لي جهازها على الأقل ممكن يعدلون هالموضوع في الأشهر القادمة لكن بهاللحظة هذي بالذات كأول مرة توري هالالعاب اللي هي طرف ثالث اصلاً هذي ألعاب جيل حالي لكنها محسنة للأكس بوكس ما علي راح نرجع للنقطة الإيجابية في هالموضوع لكن هي ألعاب محسنة للأكس بوكس ناخذهم واحدة واحدة بعدين بقول لكم شنو الشيء الزين اللي شفناه من هالجانب اول لعبة كانت اللي هي برايت مموري انفينت اللعبة هذي شيء مهول لما تشوف اللقطة والجيم بلاي والأكشن اللي صار فيها يعني صراحة انا تحمس لما شفت اللقطات وشلون قاعدت قاتل وفجأة بعدين قاعدت قاتل ساموراي بعدين بيوت يابانية قديمة وسيارة فالأمور هاي تحس المزيج حلو الشيء الثاني اللي عجبني شفتو الهوى المطر وهذا كله جيم بلاي او شون اقول لكم ريال تايم جيم بلاي فيه ناس ركزة وحتى برجع لكم على موضوع اساسين كريد لكن هذا ريال تايم جيم بلاي اللي يسمونا من الانجن يعني هذا اللي بنشوف المستوى على جيم بلاي مو شرط انه لاعب ماسك اليدوي يتحرك عنا خلاص هذا الجيم بلاي اللي انتو تابونا هذا لازم تفهمون انه هو ريال تايم جيم بلاي بس لما قالوا انه مطور واحد مسوي اللعبة انا شوي تحبط صراحة ونعم في كل مطور يشتغر لحاله لكن لما يكون مطور واحد انا صراحة شخصيا ما اتوقع شي كبير اتوقع انه في جوانب بتكون سلبية من هالامور ممكن اللعبة مدتها ساعتين ما تدري ساعة ساعة نص بعدها طلع عرض ديرت 5 انا شخصيا اعشق لعبة ديرت اعشق العاب كودماسترز للسيارات وللامانة لما شفت العرض في البداية لم تكن تدينها ديرت اتوقعت انتش هاللعبة اللي جاي تقلد فورزا ورايزن ومسوية الكرالي على أوبن وورد على سباغات ريسنج بالشوارع وكذا فبعدين صدمت لما شفت ديرت فصار الحماس دبل يعني اول حماس ان شكل اللعبة روعة من المناظر اللي فيها وكذا احب السيارات انا شخصيا بعدين لما قالوا انها ديرت فعرفت ان وراءها الكودماسترز المطورين اللي انا اثق فيهم وعشق العابهم فانا شخصيا اشوف ان هذه واحدة من اكثر الالعاب اللي تحمس لها لما شفتها ننتقل الحين للعبة سكورن توقع اسمها لعبة فرست بيرسن رعب شفتوا العرض الاليينز انا ما ادري الناس انتشوق على هالعروض ممكن في احد يتشوق على شيء احترم رأي غيري لكن انا شخصيا مللني يعني لما شوف عرض ما في اي شيء مبهر خصوصا ما عندي اهتمام بذلك القوة على سوال في الساي فاي اللي تكون من هالنوع اوكل لما تقول لي ساي فاي بس رياليستيك مثل انتر ستيلر كذا احب بس لما تجيب لي الاليينز ومراحل بالشكل انا حتى غير زكرتها بسبب المراحل اللي تكون دموية وكأنك داخل الاليينز فسكب اللعبة هاي بالنسبة لي او خنقول على الاقل ما اهمني العرض بعدها كان في لعبة اسمه كورفوس اتوقع اللعبة هذي كومبات شوتر سبيس تشوفون طيارة وهالامور المشكلة ان هالتايتلز ما تعرف قويتهم اللي لما تجربهم يعني انا ما اتحمس صراحة للعبة لانا ما احب الطيارات بها الشكل لكن ممكن تكون حلوة راح تكون اللعبة هذي لسن الجاية وايضا على سيريوس اكس بعدين في بامباير بلود لاينز 2 تم عرضها في اي 3 وفي جيمز كوم في السابق وانا صراحة عجبتني اللعبة وكنت بسولها تقضية أمور الوف toda لكن لم يعني مع��ة نتيجة لكنه العرض ذلك كان مشوق اللعب يكون مSE مغامرات دار كوميدي يعني كوميديا سوداء وذلك اللعبة تكون حلوة فيها لقتنا عجيبة ف shorts اكتبوا Pilar Law 2 وفامبير راح تشوفون اللعبة فأنا اتوقع هم من الالعاب الحلوة لكن يظل انها لعبة كارنت جن او الجيل الحالي بعدها فيه لعبة ارتستيك هي كولوف ذا سي ما ادري صراحة شون اتكلم عن هاللعبة لكن هي مغامرة اتوقع انها من المغامرات الحلوة انا الامانة هالمقطع اسموحولي ما قدر اتعمق في الالعاب وعطيكم عنهم تفاصيل لان مثل ما قلتكم بسجل بطلاقة شي على سريع فوضح ان اللعبة مغامرة فرست برسن مثل ما تشوفون فيها مناطق في الجزر واماكن بره واماكن تحت الماء ففيها بعض الافكار اتمنى ان تكون تجربة حلوة والعرض مشوق وجميل لكن ما ندري وقت التطبيق وعموما اللعبة هذي راح تكون متوفرة في الجيل الحالي والقادم بعدها بانداي نامكو لعبة سكارلت نيكسس انا ما تحمس صراحة يعني العاب بانداي مشكلتها متشابهة كاني قاعد اشوف العابهم اللي في الجيل الحالي ممكن فيه تحسينات وما نحكم على هالالعاب لما نشوفها يعني العرض اكشن وشكل حلو هاكن سلاش بس يظل ان لازم نجرب اللعبة بعدها في اللعبة اسمها The Ancient او شي تذيك كانت اكشن RPG نفس الشي عرض مشوق لكن ما ادري شون هاللعبة صراحة بس ان الحلو فيانا كومين كسون انا الامانة ما عندي معلومات للعاب فقاعد امر عليهم على السريع بعدها عندنا ياكوزا لايكا دراغن اللي حب ياكوزا راح يعرف ان هذه اللعبة اسطورية وجاي لها جز جديد وعلى Xbox Series X والجيل الحالي اذا ما عندك اصلا الجيل القادم وصلنا الحين لأساسن كريد فالهالا مع عرض الجيم بلاي انا في تويتر في الانستجرام ما ادري وين كل ما حطيت البوست كتبت جيم بلاي مثل ما هو مكتوب انا ما اجب شي من عندي الشركة نفسها كاتبة جيم بلاي وهو فعليا جيم بلاي الحين بشرح لكم الناس يقولوا لا هذا مو جيم بلاي هذا عرض سينمائي صح كلامكم عرض سينمائي لكن بطريقة او بقرافيكس الريل تايم جيم بلاي يعني شانو اقولك انت لما تلعب لعبة تكون جيم بلاي يعني فجأة تصير كت سين بس يستيل انت ليلحين في الجيم بلاي مو مشهد سينمائي هذا اللي يسمونها ريال تايم جيم بلاي فالقراي الشي اللي يحمي الصراحة لأساسن كريد وانها واحدة من اقوى الالعاب في مظهر في الالعاب اللي شفتهم في الانسايد اكس بوكس ان التفاصيل قوية جدا لو تشوفون الاضاءة ولو تشوفون الريت ريسنج على فكرة الاكس بوكس والبلاي سيشن القادمين رح يكون فيهم تقنية تتبع الاشاعي الشي الثاني الرندر مهول اللي قاعدة تشوف النبات اللي عندك قريب واللي اخر المراحل فهذا يعطيك ان التفاصيل جدا جدا قوية فهذا يتشوفونه جرافيكس جيم بلاي لكن بطريقة اخراج سينمائي ولأيام جاي قدام رح نشوف لقطات اكثر من اساسن كريد ونعرف مستواها الفعلي بعدها كان فيه لعبة اسمها سيكند اكستنشن لعبة دينصورات متحولة وشكلهم متوحش وهاللعبة رح تكون كوب ثلاث لعبين تلعبهم مع بعض وتوصلون فيها مادة اذا كانت قصة ولا عالم مفتوح ولا اونلاين بس جولات ويفز لكن مثيرة للاهتمام صراحة يعني ودي لعب لعبة فيها دينصورات بها العنف وبها الشراسة يعني سريعين وتشوف الوضع يعني جدا جدا مرعب ننتقل بعدها للعبة ايضا لفتت انتباهي اللي هي لعبة The Medium اسمها تقريبا The Medium من النوع الالعاب اللي انا احبها اللي هي Psychological Horror Game يعني لعبة تروع بنفسي فاشوف انه شي يحمل صراحة انه اجرب لعبة خصوصا انه اجواءها وطريقتها واللي ازيد على هالشي انه ملحن سايلنت هيل موجود مع التيم المطورين للعبة فلما يكون تذكرون التلميحات اللي صارت لسايلنت هيل والموسيقي نفسه او الكمبوزر لما قال انه ترقبوا من هالكلام الناس تكلمت اوه سايلنت هيل جاية بعدين جات كونامي انه فت الموضوع لا ما في سايلنت هيل فاتوقع التلميح يقصدون فيها لعبة The Medium لانه الكمبوزر راح يكون شغال على اللعبة وصراحة انترستنج من الشي اللي شفناه في المقطع توقع انها راح تكون لعبة حلوة ومثما ذكرنا راح تكون في هالسنة اللعبة في الجيلين الجيل الحالي القادم اخر جي وورونا لعبة اللي هي كرة القدم الامريكية ما عندنا احنا اهتمام كعرب في هذه الرياضة لكن هم يعني فرحانين فيها بشكل كبير طيب انها خلاصا من الموضوع لعب قطأت لكم بشكل سريع في انسايد اكس بوكس ما ادى اذا في احد منكم وصل لها اللحظة في المقطع اشكرك وتحياتي صراحة لان هالمقطع ما منتجتها في الطريق اللي تعودتوا عليها لكن اللي بقوله المحبط بالنسبة لي ان كل الالعاب اللي اطلعت هذي كارنت جن يعني على البيسيجين فور والأكس بوكس ون العادي الحالي فالمشكلة وين لما واحد يشوف هذي العروض يقول بس هذا هو غرافيكس الأكس بوكس سيريوس اكس هني المشكلة الأكس بوكس اللي شفتو من العروض هذي كلها ما يشكل ربع قوة الجهاز أساسا المطورين اللي شغالين على الألعاب الحصرية يبيلهم سنوات ممكن عشان يطلعون لك ترايلر صالهم سنتين على الأقل نعطيهم سنة نشوف قوة الجهاز الفعلية في السنة القاتمة فهذا اللي شفتوه كلها مجرد ألعاب جيل حالي لكن انهانست أو محسنة على السيريوس اكس فهني الموضوع لازم نركز فيه ان هذه الألعاب ما طلعت مظهر الأكس بوكس ولو ننظر لجالب البلاي ستيشن أساسا ما في ولا لعبة بلاي ستيشن شفناه شكلها حاليا فتو الناس على ألعاب الجيل القادم لما تشوف لعبة هيل بلايد لما تشوف ترايلر أكس بوكس سيريوس اكس نقدر نقول قربوا على اللي ممكن توقعه في الجيل القادم من غرافيكس شوفون يعني هذا الجهاز جدا جدا قوي لو تعمقون في تفاصيل التقنية له فتعرفوا ان هذا الكلام اللي شفتوا العروض هذي مجرد إحسينات بسيطة بس أحب أذكركم ان بلاي ستيشن نفس الشي لما قبل تكلموا عن ستيت أوف بلاي اللي عرضوه أنا والناس مثل حمسين جوستوف سوشيما في The Last of Us وخنشوف وبجام بلاي وطلع لا الستيت أوف بلاي سريع سريع واحدة تتكلم عروض مع السلامة فكان في إحبار فالحين اللي بقول لكم خلوكم دايما جاهزين على انسايد اكس بوكس وستيت أوف بلاي من بلاي ستيشن دايما بتكون حلقات خفيفة فيها معلومات تناخذة نستمتع فيها نتناقش فيها لكن لا ترفعون سقف التوقعات لهذه الأمور ننتظر E3 اللي راح يكون الحدث الفعلي واللي يقول E3 مو موجود فيه وضع وباء كورونا الله يبعد عنكم لا راح يكون موجود لكن بيكون رقمي يعني بالعروض بنشوفها في منصة معينة في مسرح لكن بيكون رقمية وبيكون الكشف الكلي لأجزة الجيل القادم ومنها الكلام فأشكركم على المتابعة اللي يوصل لهذه النقطة تحياتي لك ويعطيك ألف عافية ما ادري اذا في احد وصل ولا لا بس اكتف في الكومنت نعطيك قلب ونشوفكم إن شاء الله في مقطع تاني مثل ما وعدتكم على أسباب تخليك تشتري اكس بوكس القادم مثل ما سويت لبلاي سيشن اذا ما شفتوا هذا هو المقطع على الشاشة تشوفونا حاليا وادعموا القناة ويعطيكم ألف عافية على المتابعة شوفكم إن شاء الله على خير ومع السلامة